كما ينضم معنا من لبنان المحلل السياسي طوني بولس أهلا بك سيد طوني مساء الخير إذن هذا الإعلام من المملكة أتى بعد ما يقارب 600 مليون حبة مخدرة تم الوقوفة مما وتصدي لها من الصادرات من لبنان فيما يتعلق بالخضروات والفواكه على مدارسة السنوات كان هناك تواصل مستمر مع السلطات اللبنانية لكن لم يكن هناك تجاوب سريع ولا خطوات ملموسة لمواجهة هذه الآفة هل من الممكن أن تقوم السلطات اللبنانية بخطوات فاعلة تجاه هذه الأمور أو هذه الظاهرة التي تحدث في لبنان مساء الخير كان يفضل أن تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها ولكن مع الأسف في لبنان لا يوجد دولة هنا لبنان سأصبح عبارة عن منصة تقودها ميليشيا حزب الله لتصدر الإرهابيين والمخدرات وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي السلطة السياسية الموجودة في لبنان هي سلطة احتلال وبالتالي هي لا تعبر عن حقيقة الشعب اللبناني وهي تعكس ما يريده الاحتلال والاحتلال هو حزب الله وإيران لذلك السلطة اللبنانية بالعكس تتغاضع عن ما يقوم بها حزب الله تشرع بعض النشاطات التي يقوم بها وتقوم بتغطيته وبالتالي تحولت إلى مطية لهذا الحزب لأطائه صورة شرعية لتفاوض مع الخارج ليكون له إدارة لشؤون خارجية وكل ما نراه من سياسيين وأحزاب وغيرهم واجهات إعلامية فقط لهذا الحزب وبالتالي نرى انطلاقا من هنا كيف تضررت مصالح لبنان كيف أصبح لبنان دولة معزولة عن الخارج وكيف فقد كل أصدقائه العرب والدوليين وتحول إلى دولة ماركة تصدر الإرهابيين كما أشرنا والمخدرات وغيرها وبالتالي أصبح أمر دولة أو منصة مزعزة على الاستقرار لا أعتقد أنه يعول على هذه السلطة لمكافحة الاستقرار أصلا هذه السلطة فشلت في حماية شعبها وهي هذه السلطة أعطت إمكانيات إضافية ووضعت مقدرات الدولة بيض حزب الله وبالتالي أصبح مستحكم بها أكثر أنا للأسف أعتقد أن السلطة اللبنانية ستدافع عن حزب الله وتعتبر أن كل هذا الأمر هو مجرد اتهامات للحزب بتشويه دوره الذي يدعي أنه مقاومة ولكن في الحقيقة نرى أننا أمام مافيا مافيا متكاملة مع حزب الله وليس أمام دولة ستكون هناك عملية تقارب أكثر وسيكون هناك عملية دفاع في الخارج عن ما يقوم به حزب الله داني أقول هنا أن الحزب الله باع طويل في المخدرات ما نراه اليوم هو جزء من ما رأيناه سابقا في أفريكيا وفي أمريكا الجنوبية وفي أوروبا لطالما ضبطت شبكات كبيرة لحزب الله وتجارة المخدرات وفي السنة الأخيرة ضبطت أكبر عملية تهريب المخدرات في العالم تبين أنها بطلة حزب الله وفق القضاء الإيطالي حيث قدرت كيمتها حينها بحوالي المليار دولار ليتبين لنا أن حزب الله ليس فقط أداة عسكرية بيت إيران وليس النسخة العربية لحرس السوري الإيراني فقط إنما هو أيضا جناح تمويلي للحزب وهذا الميليشيا لا تمول نفسها فقط من خلال المخدرات إنما تمول إيران أيضا وهنا دعني أقول لك معلومة بمخصوص تهريب المخدرات عبر الرمان في لبنان ليس دولة مصدرة للرمان في الأساس وحتى الموسم اليوم الزراعي ليس وفق الأجندة الرمان هناك معلومات أن الرمان هو من سوريا أو من إيران إنما حزب الله في مراكزه في منطقة القصير أو القلمون يكون بمعالجتها وتضطيبها وخدمها لتصديرها تحت اسم صناعات لبنانية بطبيعة الحال لأنه يمسك العلامات التجارية اللبنانية ويستطيع أن يدخل ويخرج ما يريده من إلى لبنان والحدود اللبنانية السورية سائبة كلياً حتى أكثر من ذلك نعلم أن حزب الله لديه فتاوى بموضوع المخدرات حيث بعض الفتاوى الدينية الشعية المرتبطة به تقول أن بيع المخدرات للمجتمعات التي يعتبرها معادية هو حلال وهو أمر واجب ديني وواجب أخلاقي ولا يتعرض مع مفهوم ما يسميه المقاومة وبالتالي هذا الحزب أصبح يمكن قولاً أنه أصبح منظمة إجرام دولية كما صنفته في وقت سابق الولايات المتحدة الأمريكية أي أنه تجاوز مرحلة الإرهاب وتجاوز خطورته مرحلة الأعمال العسكرية ليصبح مشروعه تدمير الشعوب من خلال المخدرات يريد أن يدخل من خلال هذه المخدرات إلى بيئات المجتمع العربي لتدميرها لمصلحة أولياء أمره أو ولاية الفقه في إيران وثانياً من أجل تمويل نفسه بعد أن دمرت العقوبات الأمريكية مصادر تمويله من إيران أو حتى من دول أخرى بعد أن كافحة ولاحقة الولايات المتحدة الأمريكية شبكاته وأزرعه في أكثر من مكان في العالم فاليوم يركز نشاطاته بشكل كبير جداً في المنطقة العربية باعتبار أنها تؤمن له تمويلاً كبيراً جداً ثانياً تؤمن له البعض الديني والاستاتيجي الذي يتمع إليه ويصعى من خلاله إلى تدمير الشعوب العربية والجيل الشاب الذي يمكن أن يقع فريسة هذا الأمر أشكرك المحلل السياسي من لبنان طوني بولس شكراً لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر